هي المرة الثانية لزيارة وفد الفاتيكان للمدينة الناصرية من أجل إطلاع على آخر الاستعدادات للحدث التاريخي حيث كان بيت إبراهيم الخليل المحطة المهمة للزيارة حيث فائل الوفد بسير الأعمال الجارية في المحافظة جئنا مرة ثانية إلى هذا المكان المقدس خلال هذا الأسبوع للوقوف على مجريات العمل والتحضير لزيارة المرتقبة لقداسة البافرا إلى هذا المكان وموجود أيضا هنا السيد المحافظ وقائد العمليات والمسؤولين عن الآثار ووفد من الفاتيكان وأيضا الشركة المنفذة لهذا المكان وهناك عمل كثير حقيقة جهود كثيرة تبذل تتكلل وتتظافر الجهود من أجل إنجاز هذه المهمة على مستوى العمل المحلي في المحافظة أنا كان قد استكملنا جميع المتطلبات الزيارة التاريخية ستكون محل اهتمام للعراق عامة وذيقى رخاصة حيث سيشهد بيت إبراهيم الخليل بيان رسمي للبابا بالأضافة للقداسة الديني ستحضره وفود عالمية فيما يأمل الناصريون بضرورة استغلال الزيارة لفتح آفاق السياحة مستقبلا يوم جئنا لنطلع على تحضيرات الحكومة المحلية في ذيقار وأيضا بمشاركة الفريق الذي أتى من حضرة الفاتيكان لغرض الإطلاع أيضا على كافة التجهيزات التي تقوم بها الحكومة المحلية وبالإضافة إلى ذلك الفريق العمل الذي قدم من لبنان لعمل المنصة الجهود جميلة والجهود رائعة وعجلة الاستعداد والاستقبال لاحظنا هناك اهتمام واضح وملموس من الأخوة التي في المحافظة وخاصة حضور سيد المحافظ وكبار المسؤولين بالمحافظة